السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقتكم بكل خير وسعادة عاجل من التأمينات الاجتماعية والمعشات زيادة المعشات لتحسين أحوال المعيشة طبقا للقانون تعالوا تعرف على تفاصيل الخبر الأحباب الكرام خبر عاجل من التأمينات الاجتماعية عن زيادة المعشات لتحسين أحوال المعيشة طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية هنتعرف على التفاصيل بس نأمل من حضرتكم عمل لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة لمن لم يشترك وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل ليصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام ينتظر أصحاب المعاشات دائما زيادة المعاشات لتحسين أحوال معاشاتهم وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد زيادة المعاشات السنوية لأصحاب المعاشات للمستحقين وقد نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على زيادة المعاشات في حالة إذا نشأ عن إصابة العمل عجزا كاملا أو وفاه يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجل المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوقة اللي هو سن الستين حقيقة أو حكما إذا كانه شاري مدة زمنية إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزء من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد إذا نشأ عن الإصابة عجز جزء مستديم تقدر نسبته ب35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة العجز اللي هي 35% فأكثر من المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 من قانون التأمينات والمعاشات وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له عند صاحب العمل سواء كان خاص أو حكومي وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند 2 من المادة 21 من هذا القانون يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 51 من هذا القانون ومع مراعاة حكم البند 2 من المادة 21 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزء مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز المضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة 51 من هذا القانون وذلك عن أربح سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة كان هذا خبرنا العاجل من التأمينات الاجتماعية انتظرونا مع أخبار أخرى هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته